شكرا على الدعوة وأنا سعيد جدا لأكون ضيكة في هذا البرنامج مرحبا بك أهلا وسهلا عنا ما كافي سيحوسين في بلادنا؟ والله هو السؤال بإطلاقيته نحن تونس بلد تاريخيا ندرى نتعمى بلدنا شبه جاف براتيكمون وكن نرجعوا لتاريخنا ونشوفوا كيفاش أجداد نتعاملوا مع المان حسوا أنه فعلا نحن مشنا بلاد نتعمى برشا نحن بلاد متوسطة ساقطات 450 ملي متر وذلك عليش تونسي والإنسان اللي عاش في الأرض هذه طيلت أكثر من أربع عليا في سنة من الحضارة القبصية للرومان للعرب الكلهم عملوا التجهيزات كل مكان نلقوا الفسقيات نلقوا الماجل في السفاقس الفسقيات في الجنوب نلقوا المسقطات إذن الإنسان اللي عاش هنا يعرف مليح أنه المانادر وبالتالي حسن التصرف فيه وبن حضارة كلامك معقول ولكن في نفس الوقت نقول لك من اللي إنشأت أنا وبدأت نفهمه وأنا صغير نشوف الناس تتعامل مع الماء بطريقة عادية يغسلوا الكراهب يدوشوا يعوموا يسقيوا ما نهم ما ريتش ما حسيتش اللي فما عطاش بيئة معنى الكلمة هو الظهر أنه صحيح حتى كنا نرجع للنص القانوني مجلة المياه اللي صدرت في 31 مارس 75 نحسوها قامت على أنه الماء موجود وأحنا توناعطوه الدرجة هذه فكرة العرض أنه الماء موجود ما بنيناش ثقافة مواطنية للماء رغم جدودنا وإحنا نعرفه على الأقل اللي عشنا في المناطق الداخلية الماء كان صعب في الستينات والسبعينات وكنا نجيبوه على ميسافات كبيرة والشيء ذاك اللي يخلي اليوم أنه الناس الكبار هم أكثر حرص على الماء وأنهم كانوا ديما يستعملوا الماء في حدود حاجياتهم فقط اليوم صحيح أنا كنت تذكر تقول نحنا على الأقل نحنا عنا جيل التسعينات مثال نسميه أنا جيل الرفاه المائي صحيح هذا يا جيل لقى البانو الشوفبان ولقى أنا ما تعيش متطور وما تقصش عليه الماء أصلا خاصة في المدن أما في الأرياف رأي الوضعية تختلف تماما حتى في الأرياف الوضعية صعبة ولك علاش اليوم هالجيل هذا صعب باش يتحمل أنقطاعات المال متكررة وأنه باش يعدل حياته على أنه فعلا أنه نحنا وبصراحة خلينا نقوله للتوانسة احنا رانا تجاوزنا الفقر المائي إلى مرحلة الشح المائي ما هو سيحوسين في الفترة الأخيرة لما شركة الصنات تقص الماء نقنا حتى في عيلتي هي شبيه معناها إذا قص الماء خلي ينقص شوية الاستهلاك ولكن شفنا برشة عيلات تعبي بعشرات باب وبعد تجي الماء بالرفلكس نسيبوها في البانو وهذا دليل على أنه مبنيناش طيلة 60 عام ثقافة مواطنية للماء في كل المواقع سواء التلميذ أو الأستاذ وعليش لأنه أصلا الماء ما نقروشه ما نقروش الماء في أو الترشيد استهلاك الماء من الروضة للتعلم تدائي للإحدادي للثنم كذلك مجلة المياه هذه رغم تقادمها ورغم أني نورمال موري يخرج تقاعد ما نقروهاش للطلبة في كليات الحقوق كما ما نقروش مجلة الغابات وبالتالي المنظومة الكلها ما زالت تتعامل مع الماء بمنطق فيه برشة تبخيس للماء تبخيس بمعنى بمعنى الماء مودي معناها ناخده مثال تقوله عبيلي كاس ماء كما يجيشهم عبي يقولك شبيك تبيعونك في الماء عقلية تبيع الماء أصل عقلية لحظتها يوميا اللحظ فيها في المقاهي أنه واحد يبدأ وحده مثلا يأخذ بوزمة كبيرة يشرب منها كاس وبعد يخلص ويخرج ويبدأ فرحان تبارك الله لا الله وهذا الشي اللي يخلي اليوم أنه نحنا كدخلنا مرحلة الشح الماء مرحلة الشح الماء هي مرحلة مش مجرد معناش ماء في الديار لأنه كناخذوا المواطن التونسي يفهم الماء فكالفاتورة اللي يجيه هذا هو الماء عنده لكن هذاك يعتبر نسبة ضئيلة جدا من كمية الماء اللي يستهلكها أما ما يشوفهاش ما يسمى بالمياه الافتراضية وتونس المواطن التونسي اليوم نحنا في حدود أربعمائة متر مكعب في العام تونس راوية بالماء ولا عدشانة عدشانة الدرجة السدودنا اليوم نسبة امتلاء السدود نتاعنا 32.8% حسب يوم سبعة يوم الجمعة سبعة جوان 2024 القيمة وكمية الماء 756 مليون متر مكعب نقارنوها بمعدل ثلاث سنوات في نفس اليوم نجو عندنا نقص 220 مليون متر مكعب وهذا يعني أنه الصيف الجاي باش يكون صعب شوية لأنه نحنا خلينا في الصيف هذا الصيف هذا أي قلتنا الصيف القادم معنا نحنا تخلنا له أي صيف هذا الصيف هذا يمكن يكون أصعب من الصيف لعام ليفت مع تكاهنات بحرارة قوية مع تكاهنات أنه تعدينا مارس 2024 الجينر واحدة أسخن شهر منذ 1850 تاريخ المحرار تعمل زيان السخانة عام 1850 ومن المتوقع أنه باش نعيشوا موجات حرارية أكبر من العمليفات اللي شفناها وخاصة يومك الجويلي اللي ارتفعت فيه درجات الحرارة بشكل كبير وتقص علينا الضوء على المستوى الوطني بارتفاع درجات رطوبة غير مسبوقة في تونس والنهار ذاك يا سيد الحبيب حبينا نقول للتوانسة تبخروا من سدودنا في يوم واحد مليون متر مكعب ولكن برشا مستمعين ما أنها ما يقدروش الكمية هذه بالرقب اللي تقوله أما نعطيهم وش معناها مليون المليون هو اللي يشربوه 7 مليون تونسي في يوم في 14 ولاية 7 مليون تونس 14 ولاية يشرب من السدود في الأيامات العادية مليون متر مكعب نوزعها تقريبا نحن قرابة 12 مليون تونسي ساكن قدش يشربوه في اليوم نحن نشربوه في العام على الأقل الصناد تبيع في حوالي 540 مليون متر مكعب إلى 600 مليون في العام ونحن دخلين مرحلة توا دخلنا المرحلة اللي يرتفع فيها الاستهلاك كنا نسحبوا مليون توا السحب وصل المليون 1.6 مليون والنجم نوصله مع أخ رجويليا بداية قوت مع الموسم السياحي النجم نوصله إلى 2.5 مليون والإرادات ضعيفة برشة سيح حسين أرخيلي لطف الجو ونسمعك هذا المقطع الغنائي للموسيقار محمد عبلوهاب المية المية تروي العدشان المية تروي العدشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المياه السطحية والمياه السطحية ذي نعبوها ونعملوها السدود ونخزنوها وبعد يوقع معناها ضخها ومعالجتها وعنا الموائد الجوفية المياه الموائد الجوفية اللي هي موائد سطحية لبار الناس اللي تحفر الأبار والدولة تحفر أبار ويلزم نفهم وراهي السدود متوفر كان 35% فقط من احتياجة تونس من الماء أما ال 65% هي كلها من الموائد الجوفية وهالمال متاع الموائد الجوفية الماء اللي جاية من السدود 35% والموائد الجوفية 65% لانه كناخذوا احنا القيروان وناخذوا قفسة وناخذوا سديبوزيد والقسرين وقابس ومدنين وتطوين وقبلة وتوزر هذي كلها موائد جوفية كل الانشطة البشرية صناعة فلاحة ومياه شرب وخدمات اذا تم ضغط كبير على موائدنا الجوفية وكل ما تراجع تراجع المياه التساقطات كل ما تراجع تنخزونات السدود كل ما اصبحنا اكثر الاتجاء للموائد الجوفية والموائد الجوفية ذي وقت ما تصبش المطرق لانهي تتجدد من مياه السيلان وذلك علاش اليوم يلزم النوع ومصادر الماء ويلزم نبدل السستام الكل انتع التصرف في الماء من التعبية الى الاستعمال كيف تبديل المنظومة اولا نطرح السؤال ما زلنا مواصلين في هل انه اليوم بناء سدود كما الستينات والسبعينات والثمانينات معناها مجدي ولا نقول غير مجدي شو ما بنبنيه وشاك؟ اولا وين بش نبنه؟ اي اولا قدش عنا من سد عنا سد 37 سد كبير 37 سد كبير مهمين مهمين عنا حوالي 240 سد تلي هذوما يعتبروا متوسطين وعنا اكثر من 800 بحيرة جبالية هذوما يخزنوا طاقة خزنهم وقد يتعبوا الكل ينجموا يعملونا 2.3 مليار متر مكاعدة 30% من المساحة الجملية فرق ما بيننا وبين مصر اللي مصر مليون كيلومتر مربع لكن 3% بركة من ارضها صالحة للزراعة وكذلك اليوم تونس خضر عليش لانه من مساحتنا عنا 12% غابات اي معناها لما تسميت خضرة خضرة بالحق بالحق لانه ولكن اليوم التونسي في الستين عام الاخرى السياساتنا العمومية ما كانتش متطابقة مع التطور الكبير خاصة في مجال المطالب ارتفعت برشا الطلب ارتفع عدد السكان مشو 5 مليون ولا 12 مليون لكن السياسات بقت بطريقة 75 مجلة المياه لم تعد توا كنص قانوني ما عادش ينجم اليوم يفي بالحاجة باشي حل المشاكل البق اي واذاك عليش اليوم الامطار المواطن العادي يقول لكم لا يسناها هاي مرشا انطر عليش قلتوا ما ثم هذا كانش ما حسين احنا تو صحيح الاحساس صحيح وثم كميات امطار خاصة ولكن المحصول قليل بكل لانه الامطار صبت في المواقع المفيها السدود اه معناها الامطار اللي صبت مشات نعطيكم مثال امطار بطايد مارس نقول 11 مارس كانت كميات كبيرة امطار وين صبت في سوسة وخاصة ولاية المستير كانت اكثر ولاية فيها تساقطات لكن المستير ماذا ماشي لا سدود لا بوحيرات المال كله يمشي للسباق وتعدل البحر الامطار اللي بعد العيد الكل كانت امطار مهمة لكن صبت فيه الجنوب الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وصلت جربة وبنقردان قبل لي وتطوين فيها فيضانات لكن في مناطق التقليدية وين موجودة السدود نسبة الامطار كانت ضعيفة ضعيفة وين مثلا اللي لما تصب الامطار تمشي مباشرة وتحفظ في السدود عندك جندوبة باجاس والكيف هذوم مناطق تصب فيهم اقل من 20 ملي متر الوديان ما تسيلش ما توصلش لانه موكمية كبيرة من الامطار تابط للطربة ما يسمى بالمياه الخضراء والمياه الزرقاء هي المياه تعد تساقطات تنشدوها في السدود هذك علاش اليوم كي باش نعملوا سدود وين باش نعملوهم يلزم نقرق قراءة استباقية للتحولات المناخية اليوم نحن نعيش تحولات مناخية ارتفاع درجات الحرارة تغير التساقطات جغرافيا اليوم المناطق اللي كانت ما فيهاش مطر ولتتصب فيها منطار فيضانية لعلن اليوم 2018 ما ننسوش فيضانت في نابل تخيلوا نحن عنا جت 4-5 سدود في نابل معناها صبت كميات ضخمة كنا نجموا لمو 200 مليون في مطر واحد مشات الوحر هذك علاش اليوم كل العالم الكل راه قاعد يعيد يراجع في منظومات القديمة يراجع فيها الامريكان مثلا معدوش يعملوا في السدود يقول لك أنا نعمل سد كأني حطيت اصرفت فلوس باش المياه تتبخر لانه عنا اكثر من 8 شهور ارتفاع درجات حرارة اكثر من 25 درجة ومش معقول باش نعمل سد نخسر 100 مليون في الاخر نحط الماء يتبخر منه 30% اذا يجب انفكروا في سدود جوفية انفكروا في طرق خزن جديدة قادرة باش تخلي الماء يكون سليم منع من التلوث وخاصة ما يتبخرش سيحوسين الرحيلي باعتبارك متخصص في التنمية والتصرف الموارد المائية واستاذ متخصص في كلية العلوم وانترى ضرورة انشاء سدود جديدة أنا نقول الساعة السدود طريقة اي لكن مشي الطريقة مثلا مش شكل واحد انتع السد تم السدود الجوفية وعننا مناطق كما القيرا وانسي ديبوزي ديقاسرين قفصة المناطق هذه الجيولوجيا انتع المناطق تمكننا باش نوصلوا الماء للمائدة المائية باقل كلفة هذه ما يسمى بالسدود الجوفية واحنا كقرينا في مجال الماء يقولون ناري ثم نظرية ذي احسن السد للماء هو المائدة احسن السد هو المائدة توصل الماء للمائدة المائية محفوظ من التلوث والتبخر والماء يستقر يستقر والماء والأبارت واللي دي ما تنتقش وتتجدد وقت للمناطق اللي نحن معناش قدرة باش نعمل السدود الجوفية يلزم نفكر في طرق خزن اقل كلفة ولكن ما تنجمش تخليني انا نخسر بالمليون متر مكعب في يوم معناها من ارتفاع درجات الحرارة تلات اليوم المياه التقليدية هذه مياه السدود ومياه الأمطار عندنا بارشة أنواع من المياه التقليدية اللي نضيعوا فيها نحن اليوم مثلا مياه الصرف الصحي اليوم قاعدين لوناس يستقبل في ثلاثمائة مليون متر مكعب في العام نعالجوها المياه المنوثة نعالجوها ونسيبوها في البحر اللي هي مياه مصادر مياه ضخمة خاصة أنه كان نستثمر جزء صغير لا فاهمني نعالجوها لأي غرض نعالجوها للاستعمالات في الأغرض الفلاحية في الأغرض الصناعية وبالطريقة هذه ننقص الضغط على السدود وعلى الموائد الجوفية ثلاثمائة مليون رغم ما يعدل ثلاث سدود كاملة إذن الكميات هذه حسب الدراسات من هنا لألفين واربعين وارفين وخمسين باش نوصلوا ستمائة مليون إذن هذه ثروة مائية مهدورة نخسروا عليها في فلوس ونضيعوها وذلك علاش اليوم علاش نضطر لتحليط مياه البحر رغم أنه تحليط مياه البحر مكلفة جدا على الأقل بالنسبة لتونس احنا لنا السعودية ولنا الجزائر ولنا ليبيا معناش طاقة وتحليط مياه البحر هي تقنية مستهلكة جدا للطاقة وذلك علاش اليوم تعملنا محطة جربة كلفة الميترو أكثر من ثلاث دينارات كداش باش نبيعوها للتونسي نفهم من كلامك سيحوسين رحيلي أنه المسؤولين والوزراء والحكومات اللي تعاقبت منذ الاستقلال اعتمدت سياسات فاشلة على ضو كلامك أنا نقول الخطط والسياسات في الستينات والسبعينات وحتى للثمانينات كانت متطابقة مع الأوضاع المناخية كانت متطابقة عدد السكان مع الطلب أما بداية من التسعينات ثم التغيرات كبيرة على المستوى التغيرات المناخية بدنا نحس بها بدت التسقطة ترجع بداء التقص بكله يرتفع عدد السكان ونمط العيش التونسي تبدل بشكل راديكالي تونسي اليوم يدوش كل يوم قبل ما كانش يدوش كل يوم اليوم نمط العيش والطلبات نظام الغذاء انتعنا نمط استهلاكنا هذا الكل فكلوقت ذا كنرمال مو نحنا السيستام نغيروه وكون فوقنا عام 95 نحنا اليوم كلفة الكلفة تعشح الماء تكون أقل إذن هذه ثقافة جديدة عدد التونسي كما اذكرت سيحوسين أنه يدوش كل يوم أنت تدعو كمتخصص في هذا المجال وربما وزارة الفلاحة للحد من استعمالات المياه أنا نقول يلزمنا نقصه لثورة كبيرة في مجال إرساء ثقافة ترشيد استهلاك الماء في كل المجالات واليوم أنا دي ما نقول ما نركزوش على البركة على مياه الشرب لأنه مياه الشرب ما تمثل كان 13% من كمية المياه نستهلكها نعم نسبة محدودة أما المشكل الكمية الكبيرة نستهلكها في الفلاح في الفلاحة نستهلكه قرابة ما بين 77% لـ 80% من مياهنا وهناك هدر في الفلاحة وحتى التقارير رسميا أنت وزارة الفلاحة تقول عنها هدر ما بين 30% إلى 35% هذه كميات كبيرة عنها ضياع كبير في شبكة توزيع مياه الشرب يوصل معدل 22% الرقم ذا كنقول للتوان سراهو أكثر من 120 مليون متر ومكعب يضيعوا في القنوات انتعميها الشرب هذه كميات مهدورة كنحسبوها على 15 سنوات نلقر واحنا أننا قادرين كنستثمروا الجزء في الماء وراه الماء خدمة يلزمها استثمار لأن الحياة لأن التنمية كنستثمروا في 5 سنين رانا نربحوا 10 سنين نعيشوا متوازنين مائيا نعم سيحو سينا رحيلي بطبيعة فما برشا كفاءات وبرشا ناس يعرفوا وعندهم خبرة في هذا المجال اللي موجودين في يعني مؤسسات معنية بهذا الأمر في وزارة الفلاحة وغيره عاجزين باش ينفذوا أشياء تكون صالحة وتكون يعني تصلح للوضع بصفة عامة أنا نتصور العملية مش تقنية العملية السياسية سياسية مجلة 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 ولا ما نعرف نحن في تونس مجتمع محافظ وفي كل حتى السياسات ماذا بينا استوديو هذا ماذا بينا كان نجون غيروتا نقولوا خلينا الشكل في دارنا باش نبدلوا الصالح نقولوا خليك كاكب إذن محافظين برشا وذك علاش ما تماش نقد لممارساتنا وسياساتنا نتمنى نخرج نقولوا ورانا اليوم راهنا على خيارات غالطة أنه نستعملوا مانا باش نصدروا مثال ننتج معناها باطماطم وفراز ودلاع وبالطيخ وبردقان نصدروا الماء اليوم كفانا تصدير ماء وخلينا نوجهوا مياهنا ننغرسوا بيها الجمح والشعير باش ننقضوا أولا ناكلوا وننقضوا منظومة الأعلاف منظومة الحبوب منظومة الألبان منظومة اللحوم الحمراء هذه قضايا أساسية اليوم التوجه كان ننجو نستثمر باش نصدروا البر لكنيش قاعدين نصدروا البر نصدروا في مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة ومستهلك للماء في الوفرة المائية سنقولوا ما يسالش كان عنا اليوم ما عناش ماء باش نواصلوا ننجو بنفس الطريقة باش نواصلوا نستهلكوا بنفس الطريقة اليوم عنا هدر كبير رو في تونس رو كل مواطن يهضر أكثر من 175 كيلو من الغذاء في كل عام عنا هدر كبير معناها في الخبز ويما نتحدث ونقوله ونحسه وباقي شيء وعلاش لأنه ما غيرناش السياسات العمومية رو الوعي يتبدل مع التغير السياسات العمومية في كل المجالات وهو بازل سامحوني في الكلمة نعم يلزم يرقب بكله يلزم السيستام يتبدل يتبدل بكله تهو يخلق والشعوب رو كننشوفه شعوب جنوب شرق آسيا في بداية السبعينات كانوا بصراحة يموتوا بالشر ويموتوا بالله لكن في التسعينات ولينا نحكو على الديناصورات الآسياوية لأنهم قرروا في العشرين وثلاثين سنة باش ينظموا ويبنوا أنظمة جديدة وعملوا قفزة وعملوا قفزة لأنهم قرروا باش يفكروا طرق مختلفة ويقطعوا مع طرقه الماضي نحن لليوم ندعو أنه أولا الماء شاء عام مش شاء نبيرو في الفلاحة ومش مسألة تقنية الماء اليوم لأنه مربوط بالتنمية مربوط بكل مجالات الحياة ثلاثة الماء يلزموا يخرج من وزارة الفلاحة أكبر مستهلك للماء يمشي لوزارة السيادية اسمها وزارة الفلاحة كما أي دولة عاملة وزارة للماء كل العالم عنده وزارات للماء لأن وزارة للماء باش تتعامل مع كل المستعملين مياه بطريقة أوفقية نحن اليوم لفلاحة أكبر مستهلك للماء وهو المشرف على الماء جي جي بارتي وهذا ما يجيش يلزم وزارة مستقلة أولا تلم باش تدافع دفاع مستميت الماء مش معقول لوناس مصدر للمياه الغير تقليدية تابع لوزارة البيئة مش معقول للمياه المعدنية تابع وزارة الصحة يلزم وزارة وحدة عندها الرؤية الموحدة لكل مجالات المياه لوناس كيجي عمل محطة الظارة عنا في الخطة رأوا يلزم نعمل محطة وعندي منطقة ساقوية باش نوفر لها الماء إذن دورك شيح وسين أنك تنبه عندي أنا عندي سنوات سنوات وفي كل الندوات ومفتوح على كل اللي يستدعيني نمشيله لأنه سبعوك ولا والله نحس أنه اليوم تقنيا ومع زملاي في وزارة الفلاحة وعننا طاقات كبيرة في وزارة الفلاحة رأنا كين نتناقشوا وننقروا راحنا نفكروا بنفس الطريقة لكن يقول لك المسألة تتجاوز التقني تنتظر لأنه من جلة مياه جديدة رأي قرار سياسي مش قرار التقني نعم إذن سيح وسين الرحيلي أنت تطلق من برنامج يوم سعيد في الإيضاءة التونسية سيحتفزع نعم اليوم رأوا كل عام باش نواصلوا بنفس الطريقة رأنا باش نتراجع صيف اللي فات تقلقنا كي بدي يقصوا علينا في الماس الصيف هذا بشيكون أصعب شوية نأمل أنه نحن ديما نكون على الأقل في ختام هذه المداخلة نعطب شوي أمل نأمل أنه تتحسن الأوضاع المناخية في تونس ونأمل أن نجينا أمطار كبيرة وأنه نتجاوز لكن ديما فعل الإنسان ضروري والتخطيط ضروري خاصة في المجالات هذه تخطيط المستقبلي نبدو اليوم رأنا نجم نفكر اليوم في المسائل هذه نبدو نجنه في الثمرة في خمسة وعشر سنين جاية إذن أنت تدعو إلى ترشيد أولا واستغلال محكم محكم وتنويع مصادر المياه والاستثمار في الماء اليوم باش نحلوا مشاكل غدوة كيفاش تفسر لما تدخل الفضاءات التجارية الكبرى برشة شركات تبيع في الماء تعلب في الماء برشة أنواع يعني عنا ثلاثين نوعا تعماء مياه معلبة وعنا تسعة وعشرين شركة والمذاق يختلف من الماء إلى آخر طبعا هو الأذكا مو مربوط ثم مياه معدنية ثم مياه طاولة ثم مياه عيون يقع تصنيفهم حسب الجودة لكن نحن عليش صنفنا من أرابع دولة في استعمال المياه المعلبة بمقارنة بعدد السكان نظرا لأن جودة مياه الشرب تراجعت ما له وهذه كلفة المواطنين تونسا ما يعرفوشوا راهوا اليوم عندما المياه تتراجع نوعية مياه الشرب وهذا ديليل واضع على عدم التوازنات المالية للمؤسس صناد للدولة هي نورمال ما تتدخل باش ديما تدعم الصناد باش تعمل التجهيزات وتعالج اليوم نلقو التونسي يصرف على مياه الشرب المعلبة راهوا مش شوية معناها إذا كان الدنيا تسخن يبدأ كل عائلة ستيكة ما من يمون ستيكة بـ 4500 4500 في 30 135 دينار 135 دينار من شهرية متوسط أجر التونسي 800 الف هذه يتمثل 17% اللي هي غير مطابقة للمواصفات العالمية اللي تقول لأي عائلة يلزمها ما تفوتش 20% مصروف للماء صحيح من ثنوات عديدة أصبحت تقاليد العائلة التونسية أنا تقتني الماء القوارير هذه قداش نسبة العائلات التونسية اللي تشرب من سبالة من الشيش ماء على الأقل أنا عملت ثلاثة دراسات منهم دراسة سنة 2018 الماء والعدالة الاجتماعية بالحوض المنجم واخذيت موديل الحوض المنجم في اللونكات تلقيت أنه من 65 إلى 70% من العين لا يتناولون مياه الحنفية للشرب باعتبارها مذرة باعتبارها مش مذرة نوعية غير جيدة لأنه مذرة تنجم تسبلنا كوارث وأنا أقول رأي مياه الصناد مطابقة للمواصفات الوطنية ثم إشكاليات في الملوحة وثم إشكاليات معينة في المواد هذه الكربونات لكن بكتريولوجيكو موراهي سليمة معناها ما تمرضناش لا ما تمرضناش لا لا لكن التونسي وأي مواطن في العالم الفرنسيس مثال 65 من الفرنسيس يشربوا من مار روبيني علاش لأن الدولة تستثمر في المعالجة انتا مياه الصان ومياه الصان وقع القطع انتا التلوث كل مصادر التلوث بالرغم اللي الصان شفت فيه بعض التلوث اليوم الصان باش يعملوا فيه في الألعاب والأولمبية شي يعملوا فيه المسابقات الرسمية نظرا لأنه قاع تنظيفه بشكل جيد اذا ثم استثمارات كبيرة في الماء هذاك عليش اليوم نقوله التونسي الأخطر مش المياه الماء الأخطر أنه عدد كبير من التونسي من الجموش يشرو المياه المعلبة يمشي ويشرو المياه مجهولة المصدر المياه مجهولة المصدر تنجم تسبب فيه كوارث معناها صحية وهذه مسؤولية الدولة واذاك عليش يجب تنظيم المجال هذا وانا شنقول لعل في الخمسة سنة جاي ينفيقه نستثمره في الصنات كمؤسسة وطنية نعطوها الإمكانات اللازمة توليد خرجنا ماء ذو جودة باهية وانا نقول راو كنستثمره في الماء راو نربح المواطنين 120 دينار في شهرياته من غير ما نزيده نجم ربح 120 دينار كنحسن له نوعية الماء نعم كنحسن نوعية النقل راو نربحه في فلوسه ووقته كنحسن الخدمات الصحية في سبيطار راو نربح تونسي مئات الدنانير سنويا اللي كان يمشي يصرفها عند الكلينيك ذاك عليها شيء يجب السيستامي لكله في مجال الماء أو مجال التنمية بشكل عام والتصرف الرشيد في كل الموارد هي تحدينا في المستقبل اي انتي اشرت إلى المصاحات الخاصة الكلينيكات كرهم الماء يشريوه هما يشريوه كما يعملوا الفواتير للمرضى اللي يجيوا بحدهم اي هذا كموضوع آخر سيحوسين الرحيلي متخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية واستاذ بيكلية العلوم شكرا على حضورك مرة اخرى اكدوا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف الساخن الحار صحيح وعندك فيقة ان شاء الله في المستقبل ديما عنا فيقة ولا مجنوش هنا ونتكلموا ديما عنا فيقة والامل برافو شكرا يومك تايد نارك تايد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة